موسيقى السلام عليكم هلي فيكم فيديو جديد طبعا اليوم خطة كامل من استخدام اللايبود برو فحبيت اتكلم اليوم عن انتباع السبوع كامل كاستخدام الشخصي من العاب من تصويب الكاميرا من الصور للفيديو استخدامي اكتر شي لا راح يكون استخدام طالب في الجامعة هل هو يغنيك عن النابتوب ولا ما يغنيك كلب تبعادي من الويندوز او الماكين طيب نتكلم نحن معكم عن اداء الجهاز بالهردوير الداخل اتوقع مش الكل راح يهتم للهردوير اكثر الاشخاص اللي استخدمنا بلي ما يحبون الارقام والهردوير والاشياء يحبون الاداء يحبون استخدام الجهاز يحسونه بسرعة استخدام بدون ما يتكلمون عن الارقام مثل الاندرويد لكن ما تكلم معكم عن الاشياء الخفيفة من الهردوير العباد يجي بالمعالج جديد اي تولف اكس طبعا اي تولف اكس اقوى من بعض حتى البتوبات الاي 7 حتى من الماكبوك كبرو اللي هو منصناعة ابل برضو هذا اقوى من هذا يدل ان معالج هذا ابل صنعتها خصيصا للايباد فما راح يكون موجود على اي جهاز ثاني حتى من الايفون ولا غيرة فقط الايباد هو نفس نفس الاي 10 اكس كان في الايباد اللي قابله فابل تصنع المعالجات مثل اي تولف حطته في الايفون 10 اس اي تولف اكس حطته في الايباد فمن كده راح يكون الايباد اداء قوي ليش لان الجهاز مثل ما قلت لكم المعالج مصنوع خصيصا للجهاز ليس نفس المعالجات انتل موجودة في اغلب الكيموترات لكن انتل مصنع على المعالج وشركات ثانية اتش بي ودل وسامسونج برضو ابل في اللابتوباتها تاخذ المعالج وتضعه في اللابتوب لكن هذا المعالج في اجهزة ابل لا ابل صنع المعالج خصيصا للجهاز هذا 100% راح يكون افضل من المعالجات الثانية برضو من الاجهزة الثانية برضو تقدر تغيس هذا الشي على الاجهزة الاندرويد اللي ياخذون اكثر معالجاتها من Qualcomm اكثر شركات الاندرويد تاخذ معالجاتها من Qualcomm وتضعها في جهازها فيكون المعالج نفسها ليس مصنوع للجهاز فمن كده تشوف الاداء يختلف ليس نفس اجهزة ابل والايفون او الايباد او ساعة ابل او اي جهاز ثاني ابل لتصنع المعالج حقها من الصفور خصيصي للجهاز فرح يكون المعالج افضل هناك شركات ثانية مثل سامسونج او هواوي لتصنع مراجاتها خاصة على حسب الشركة نتكلم عن مدخل الشاحن يتكلم عن مراجعة الايباد اول ما اجبتها وركبت كل مدخل فيه ركبت فيه الكيبورد تشتغل فيه اي كيبورد او تشحن الايفون بالايباد او تشحن ايباد ثاني او ساعة ابل اي جهاز تقدر تركبه في الايباد او ساعة ابل ساعة اي فوني خلص الباتري شحنت الايفون من طريق الايباد نتكلم عن الكاميرا الامامية هي 7 ميجابيكسل وكاميرا خلفية 12 ميجابيكسل الكاميرا امتازة تصوير الكاميرا نفس كاميرا الايفون 10 اس و 10 اس ماكس و 10 ر كبداية قلت ماذا ابل حطتها في الايباد يعني صد جهاز كبير كيف احتاجت كذا مرة ان اصور انا طبعا استخدام الايباد في النوت للمذاكرة في الايباد لا يحتاج ان اجيبوا دفتر واكتب او الاشياء اذا احفظهم هنا الكاساتي كلهم ستكون هنا حيانا اذا لم تكن اكتب السلايد اللي اضع المدرس اصور على طول و اضع الصورة هنا واكتب على الصورة يعني حيانا تكون غسمة او شايفة ما راح يكون عندي الوقت ان ارسمها فاصورها و اضعها هنا و اكتب عليها وهذا الشيء طبعا ساعدني بقوة الكاميرا الخلفية الكاميرا المية ممتازة تقدر تصور فيها الانيموجي او الاشياء التي تكلمت عنها في الفيديو الاول لفتح الايفون بتكلم عن القلم احين والميزة اللي برضو عجبتني فيها القلم اللي بتغرنه بالايباد الغديم انك لازم تحطه هنا وتشحنه الايباد جيد بس تحط القلم كده يبدأ يشحن القلم الاسبوع كامل اللي استخدم في الايباد نسيت اصلا ان الايباد يشحن لاني بس اخلص من الكتاب اضع القلم هنا يبدأ يشحن تلقائي الكيبورد برضو كويس لو اكتب في الورد او الاكسل او البيجز برضو طبعا موجودين كلهم حزمة ابل موجودة وحزمة مايكولسوفت موجودة بتقدر تحط اي كيبورد او ان تقدر تشتري كيبورد ابل الرسمي وتستخدم فيه طبعا قلت لكم عن اعداء الجهاز جبار من اليوم الاثنين عندي الكلاسات تبدأ من الساعة واحدة الظهر الى انتسع في الليل اخذ الجهاز 100% ارجع البيت فيه 40 طبعا كل الكلاسات انا اكتب فيهم يعطيني يوم كامل بالراحة واستطيع اشحن بالايفون كاستخدامي طبعا استخدم في الكتاب واستخدم احيانا في الالعاب احيانا انصار ادي بريك او شي اقدر العب فيه بالايبود بالاستخدام العادية وبالكنترول ويعطيني يوم كامل بالراحة الان ما ارجع البيت وقت النوم احطي شحن الجهاز راح اعطيك يوم كامل يعني احيانا لعب مينكرافت او اي لعبة ثانية مثل فورتنايت او بوب جي الجهاز يعطيني اداء ممتاز بدون تقطيع دقة ممتازة جدا برضه احيانا استخدم في مشاهدة الافلام في الانتفليكس او اي برنامج ثاني والذي يساعدك في المشاهدة اضاءة ممتازة السبيكر ممتاز جدا ليش لان اربع سبيكرات احيانا اثنين وهنا اثنين والشاشة برضه ممتازة اذا كنت راح تستخدم في الافلام برضه الجهاز ممتاز في فتح البرامج مثلا وبفتح برنامجين في نفس الوقت اقدر اخذ نوت اقدر افتح نوت هنا في البرنامج هذا واكتب مثلا وافتح البوم الصور هنا واسحب صورة وحطها هنا وانحيانا افتح DTool هو موقع الجامع عندي هنا افتح الموضوع هنا من المدرس رافع عني شي اقدر انقل الموضوع حين لو في صورة اقدر اسحبها وحطها في الملاحظات او في الوان نوت اقدر افتح برنامج ثالث بس يكون مثلا كذا راح يكون نفتح عين ثلاث برامج برنامج الكتابة هنا او اني في مكلمات فيديو فاتح برنامجين في نفس الوقت اقدر اتنقل بين البرنامج هذا او ادي اي جهة بكذا فتح ثلاث برامج اقدر برضه افتح فيديو برنامج فيلم وانا اكتب شي او اني اخذ ملاحظة من الفيلم طريقة هلوة برضه الايباد ممتاز في اليديتينج لو بتسوي فيديو ممتاز وبرضه في الفوتوشوب على بداية 2019 راح ينزل الفوتوشوب فل فيرجن اي شخص عند ايباد راح يستخدم النسخة الكاملة نفسها اللي موجودة في الكمبيوترات و راح تكون بالنسبة لي افضل في الايباد ليش؟ اذا لم تكن معالج اقوى برضه انك تعدل على الصورة او ترسم صورة راح تكون افضل منك تستخدم الماوس والتي تكلمهم برضه اللي يابون الوتوكاد موجود في الايباد تقدر تستخدمه بالنسخة الكاملة طبعا قبل هذا اليوم تقريبا استخدمت في الكتابة و في الالعاب في نفس الوقت كتبت كلا موضوع شفت تغريبا فيلم ولعبت الالعاب اعطاني تغريبا ثمان ساعات في الاشياء كلها طيب نجيني للسؤال هل الايباد يغني عن الكمبيوتر؟ الايباد لو انك تتكلم عن ابل ابل قالت لك ان الايباد هو كمبيوتر بس مش كمبيوتر في نفس الوقت لو نشوف الفيديو حين هذا اللي موجود عندكم ستيف جوبس اول ما اعلن ان اول ايباد رح سوى مساوفة بين الكمبيوتر و الايفون وقال انه في قاب في الوسط نحط جهاز يكون بين الجهازين وبين الايفون وبين الكمبيوتر وطلع الايباد فالايباد رح يكون في النص له كمبيوتر وله جوال بعض الاشخاص رح يغنيهم عن الكمبيوتر وبعض الاشخاص اصلا حتى الايفون ما يغنيهم عن الكمبيوتر بعض الاشخاص ما استخدم الكمبيوتر من حياته كلها فبعضهم يقول لك الجوال الحق يغنيني عن الكمبيوتر وبعضهم لا يقول لك أنا الجوال الحق ما يغنينيني أنا بيه الشاشة كبيرة في مشكلة الفلام فلايباد برضو يغنيه بعض الأشخاص مثل أنا ما راح يغنيني العباد عن الكمبيوتر العباد استخدامة لإدراسة الكمبيوتر استخدامة في الأشياء الثقيلة مثل Final Cut والأشياء اللي مثل ما تقولون قوية في الإدتنج طبعا العباد ما أقول لكم مش قوي لعباد قوي لكن بعض المرامج لا تكون موجودة في الايباد مثل الوركات كابتشرا أو الأشياء الثانية في الخصوص حقي مش موجودة في الايباد وورضه مش موجودة في المانك فأبطريت أن يستخدم كيميتر وندوز علشان أستخدم هذه البرامج فأنا ندقت لكم الجهاز إذا الشخص يستخدم كيميتر حقه في بس الإيميل أو مشاهلة الأفلام أو اللعب أو تصوير الصور وتعديل على الفيديات الخفيفة الايباد يكفي كطالب جامعة ككتابة وتصفح وكتابة بحوث أو الوتوكاد أو الكتابة مثلا في الوان نوت مثل ما نستخدم كتابة في الورد والإكسل والباوربوينت والفوتوشوب بما أن نهاية سنة رح ينزل على بداية سنة جديدة إذا كنت تستخدم هذه الأشياء رح يكفيك الايباد وزيادة رح تكلم حين عن الفيئة من المجتمع للايباد ما رح يقنيهم عن استخدام الكمبيوتر وبرضه رح تكون السلبيات للايباد أول حاجة النظام قد ما قبل تطوره النظام اللي موجود في الايباد هو نظام الايو اس فللأسف لازم أبل تطور النظام أبل عندها نظام عين نظام الكمبيوترات Mac OS تستخدم ماوس فيه ولا تستخدم تتش ولا يمكن تستخدم تاتش والايو اس فقبل مستحيل ان تجعل الميزة في التش ولا تستخدم فيه ماوس فتوقع مستحيل أبل تجعل الايو اس بالماوس وبرضه الهاردسك انك لا تستطيع تركب الهاردسك أتوقع ان أبل ستحضر الميزة في المستقبل بما ان الفايل هنا اللي يستخدم الكمبيوترات Apple فايندر هو جهاز الكمبيوتر في الماك لنقوم بعمل فلاش او اي شي راح تشوفه هنا فأنتوقع ان الفايندر راح يتحدث في المستقبل لنقوم بعمل فلاش يطلع لك هنا مثلا في الجنب و تتصفح الفلاش بالنهاي راح نتكلم عن ايجابيه النظام اول حاجة ايجابيه في الجهاز ان الايكو سيستم مثلا الاسماع حقيتي الي في الايفون هي موجوده ايضا و نفسها في الايباد اي شيء حطه في الايفون يأتي عندي في الايباد الملاحظات يجري علي الملاحظات على الإيطان لو أكتب العديد هنا سأأجنى إلتفع أرقامي السرية في المتصفحات على سفاري الثلاث موجودة وحسنة ما هو جهاله طافي ويجري بأن أصبح لتحدث بالإيطان أو أصبح لدي معلمة فيستايم أرد على الإيطان أو من الرسائل نفس الرسائل تأتي في الإيطان أي شيء يقوم بإيطان في الإيطان أو أقوم بإيطان في الإيطان كأنهم جهاز واحد هذا الأمر لا يوجد شركة إليه كيف تشارك ملفاتك كلهم كجهاز واحد ليس عدد أجهزة عندك الشيء الإيجابي الذي فيه القلم طبعا استخدمت إلى الآن أكثر من سنة ونصف القلم حقه ممتاز لكن لا يتغنب بالايباد أولا الشحن حقه يجب عليك كل سنة تشتري بتل وتركبها فيه وحساسية الكتابة لا ستتغنب بالايباد استخدمت الايباد اسبوع واستخدمت هذا سنة ونصف الايباد بالنسبة لي أفضل في الحساسية وفي الاستجابة في القلم وبرضو الشيء الذي يجعل الايباد إلى الآن هو أفضل تابلت البرامج يعني في الأندرويد نزل كذا تابلت وما قدر يوصل لقوة الايباد ليش؟ لأن أكثر برامج الأندرويد هي مصنوعة للجوال لكن إذا فتحتها في التابلت يكون شكلها غبيح برنامج أصلا مصنوع للجوال تجد تفتح هنا بس يكون بالشكل عريض أما هنا الايباد لا أكثر البرامج الموجودة مصنوعة خصيصا للأيباد أكثر برامج تشوفها بالحجم الكبير أيضا تشوف الميزات التي فيها غير الميزات الموجودة في الجوال أن المبرمج تستغل للشاشة أما في الأندرويد نزل برنامج نفس برنامج جوال ولكن الشاشة المتكبرة هنا وغير أن الشاشة تصبح كبيرة في التابلت البرنامج نفسه أصلا يسوي لك رشات يظهر برنامج ليس مصنوع خصيصا للجهاز فهذا الأشياء اللي حببتني في الايباد وذا ما قد تكون من البرنامج المصنوع خصيصا للأيباد وبس هذه الأشياء اللي لاحظتها لسباع هذا في استخدام الايباد فأتوقع الكل حين أرف ميزات الايباد وسلبياته والأيباد مصنوع لأي فأل للناس فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل ليك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ونشروا المقطع قدموا تقدرون ونشروا المقطع في الواتساب في التويتر في أي مكان أي تعليقات تحت أنا راح أرد إليها أو إن إذا كانت تعليقات كثيرة راح أعمل الفيديو ثاني لإجابة لنسألتكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر